فلسطين هذا الصباح يسعد صباحكم أهلا بكم إلى مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح اليوم الاثنين الثامن عشر من آذار وصباحات آذار الجميلة وصباح الخير لشعبنا الجميل أينما كان صباح الخير ألا صباح الخير إليك محمد وصباح الخير لكل مشاهدين دائما عبر شاشة تلفزيون فلسطين في الوطن والعالم الحقيقة بالأمس كان هناك تطورات وتصعيد على الأرض تحية لكل يعني المواطنين اللي واجهوا الاحتلال واجهوا المداهمات في ساعات يعني الصباح والمساء من قبل قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وأيضا المحافظات الشمالية مازالت تشهد تصعيد من قبل قوات حماس باعتقال ومحاولة يعني كبح حراك بدنا نعيش أكيد محطات منوعة في حلقتنا اليوم وحتى الساعة العاشرة نطالع معكم أبرز العنوين موسيقى لولا فقراتنا رح نتحدث عن حراك بدنا نعيش واتساء هذا الحراك في المحافظات الجنوبية وقمع حماس لأبناء شعبنا في قطاع غزة موسيقى في حلقتنا اليوم أيضا نتحدث عن سقل الشخصية وتنمية المهارات الحياتية موسيقى والذبابة التي تدرن أوراق الزيتون في حديث مع وزارة الزراعة في هذا الصباح موسيقى موسيقى ومن بيروت نتعرف على معرض إرث وطني موسيقى والزميل الأمير شاهين من محافظة طباس والأغوار الشمالية رح يحدثنا عن زراعة الكوسى المعلقة موسيقى إذا مشاهدين هذه أبرز المحطات في حلقتنا اليوم أكيد تفاصيل أوفة بعد الاطلاع على حالة التقس ويليها أهم العنوين في الصحف المحلية الصادرة هذا الصباح ويليها أيضا استعراض للأخبار والعنوين في الصحف الإسرائيلية كنوا معنا بعد فاصل قصير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج خلينا نشوف مع بعض درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الوطن ونبدأها من المحافظات الشمالية البداية من مدينة القدس العاصمة درجة الحرارة بتوصل الى 16 رملة تنخفض الى 15 في نابلس ترتفع الى 17 وفي طوباس تصل الى 20 وتتشارك نفس الدرجة مع جنين في طول كرم كذلك كما طوباس وجنين وفي قلقيليا تنخفض الى درجة 19 في سلفيت 20 وفي اريحة 25 درجة مئوية في بيت لحم تنخفض الى 16 وفي الخليل الى 15 من المحافظات الشمالية ننتقل الى المحافظات الجنوبية والبداية من غزة درجة الحرارة بتوصل الى 19 دير البلح 18 وفي خانيونس 19 كما غزة وفي رفح ترتفع ترتفع الى 20 أفن ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن نستعرض درجات الحرارة المتوقعة في أبرز العواصم العربية والعالمية ومن حالة الطقس الى جولة مع الصحف المحافظة المحلية الصادرة صباح هذا اليوم مع ألا شكرا لك محمد نستعرض أكيد أهم العنوين في الصحف المحلية الصادرة هذا الصباح الحياة الجديدة والأيام والقدس أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الجولة في الصحف المحلية الصادرة هذا الصباح احتلت عملية سيلفيت المزدوجة بالأمس عن مين الصحف اليوم وما تلاها من تصعيد نبدأ مع الحياة الجديدة التي كتبت مقتل جندي وإصابة آخر ومستوطن في هجوم لشاب فلسطيني قرب سيلفيت وأيضا إصابات ومدهمات في أزاوية وكفر الديك وكفر الديك وبرقين ومستوطنين يصاعدون من اعتداءاتهم جنوب وغرب نابلس أيضا كتبت الحياة الجديدة على صفحتها الأولى المؤسسة الأمنية لن نسمح بزعزعة الاستقرار ولعمل جار للكشف عن مطلقي أنار على منزل في الخليل نبقى مع الحياة الجديدة التي كتبت على صفحتها الأولى أيضا الرئاسة قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن باب الرحمة باطل وغير شرعي وخبرنا الآخر من الحياة الجديدة أيضا التي كتبت بعنوان سلام الموازنات التي تنشرها حماس وهمية ولا توضح على أرقام الخاصة بالجباية نختم مع الحياة الجديدة وننتقل إلى الأيام التي كتبت في صفحتها الأولى أيضا عملية سلفيت المزدوجة مقتل رقيب إسرائيلي وإصابة جندي ومستوطن في هجوم قرب أريل وتفاصيل أوفع عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من سلفيت مراسلنا هناك بكر عبد الحق صباح الخير ومن سلفيت مراسلنا محمد اشتية صباح الخير صباح الخير لك ولكافة المشاهدين صباح الخير إليك يعني بداية لو تضعنا في صورة المشهد هذا الصباح بعد الاعتداءات والمداهمات التي طالت الكثير من القرى جنوب وغرب نابلس نبدأ من قرار مديرية التربية والتعليم في سلفيت دعوتها الطلبة والمعلمين إلى انتظام الدوام في مدارسهم في كافة مدارس المحافظة كان هناك تخوف من أولياء الأمور من توجه ابنائهم إلى مدارسهم الوضع هذا الصباح يعني تقريبا يسوده الهدوء عدا عن الحواجز التي تنتشر في محافظة سلفيت بلدة بروقين وكفرديك هناك إغلاق تام لمداخلها سلفيت يعني صباح اليوم كان هناك اقتحام خرجت قوات الاحتلال قبل أقل من ساعة من مدينة سلفيت هناك عمليات تفتيش واسعة في قرى محافظة سلفيت وبلداتها أبلغنا أيضا عن تجمع للمستوطنين على مفرق بلدة كيف الحارس ووضع كيروفان في المنطقة التي وقعت بها العملية طبعا في مثل هذه الأوضاع يكون هناك تصعيد من قبل المستوطنين وعربدة على طرقات المحافظة خاصة وأن المحافظة سلفيت يعني يوجد بها كثافة عالية من المستوطنين والمستوطنات تفوق عدد المواطنين هناك حالة من التخوف حقيقة في محافظة سلفيت خاصة لكثافة انتشار قوات الاحتلال في قرى بروقين وكفر الديك هناك حواجز يعني لا يسمح الاحتلال بدخول المواطنين وخروجهم من هذه المناطق وهناك عمليات كما أسلف تفتيش في الجبال وأيضا مداهم للمنازل كما حدث في الزاوية مساء أمس وهناك أيضا إغلاق لبلدة الزاوية بوابات القرى والبلدات مغلقة بلدة كفر الديك هناك بوابة باستمرار يغلقها الاحتلال والآن هي مغلقة بشكل دائم طبعا هناك دعوات لتوخي الحذر من قطعان المستوطنين الذين ينتشرون على مفارق الطرق مفارق الطرق هي فقط للمستوطنين والذين استحلوا أو احتلوا هذه المفارق وفرضوا بالقوة وجودهم عليها وهناك مسارب خاصة للمواطنين الفلسطينيين على هذه المفارق هناك أيضا دعوات كان لمديرية التربية والتعليم لكل المعلمين الذين لم يستطيعوا التوجه إلى مدارسهم الدوام في بلداتهم وقراتهم نعم كل الشكر لك محمد وننتقل إلى زمير بكر من نابلس صباح الخير إلك بكر ولو تضعنا أيضا في صورة الأوضاع والمشهد الآن في نابلس خاصة بعد الإغلاقات التي شهدتها الطرق للمدينة وأيضا كما ذكرنا المداهمات والاعتقالات التي كانت في صفوف المواطنين في قرى جنوب وغرب نابلس صباح الخير ألاء وصباح الخير لمشاهدين الكرام سأبدأ بداية من تحديث الحالة للطرق والحواجز في محيط مدينة نابلس قوات احتلال أعدى تحكافة الحواجز في محيط المدينة منتصب الليلة الماضية باستثناء البوابة العسكرية التي تقيمها على طريق المربعة وهي المدخل الجنوبي الغربي لمدينة نابلس هذا طبعا وذلك بعد ساعات طويلة من الإغلاقات شهدتها مدينة نابلس ركزت هذه الإغلاقات في جنوب المحافظة حيث أن قوات احتلال فصلت جنوب مدينة نابلس عن المدينة بشكل كامل يوم أمس وأغلقت حاجز حوارة العسكري وطريق المربعة ومدخل بلدة بورين ومدخل بلدة بيتها وأجبرت المواطنين على سلوك طرق طويلة للوصول إلى المدينة في حين شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز الأخرى في محيط المدينة بالتحديد حاجز جيد سرة جنوب غرب المدينة وحاجز الطنيب غرب المدينة وما تسبب بأزمة مرورية خانقة باتجاه من وإلى مدينة نابلس طبعا يوم حافل بالاعتداءات الاستيطانية شهدتها محافظة نابلس يوم أمس وشهدت أكثر من منطقة في جنوب المحافظة اعتداءات من قبل عصابات المستوطينة انتشرت بشكل كبير على مفارق الطرق بالتحديد على مفرق بلدة مورين وعلى الطريق الالتفافي الرابط جنوب المحافظة بجنوبها الغربي تعرض المستوطنون يوم أمس لمركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة أسفرت هادية الاعتداءات عن إصابة ثلاثة من طواقم شركة كهرباء الشمال بالتحديد أثناء مرور مركبتهم بالقرب من مستوطنين شافي شمرون غرب المدينة المستوطنون اعتدوا على المركبة بشكل وحشي وأصابوا الطاقم داخل المركبة نقل المصابون إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج في حين تعرضت مركبتهم لإضرار كبيرة بفعل هذا الاعتداء كان هناك أيضا محاولة لدهس مواطنة مسنة على طريق حوار الرئيس أثناء قطعها الشارع من قبل مركبة يقودها المستوطنون ولكن تمكنت المواطنة من الفرار من المركبة دون أن يلحق بها أي أذى أيضا كان هناك اعتداء من قبل عصابات المستوطنين على بلدة عصيرة القبلية جنوب المحافظة حيث هاجم عشرات المستوطنين من مستوطنة تسهار منازل المواطنين في الجهة الجنوبية واندلعت مواجهات بين الأهالي الذين تصدوا للمستوطنين وبين المستوطنين وقوات احتلال التي أمنت الحماية لقطعات المستوطنين باستداء المواطنين بقنابل غاش المساعدة الدمور صباح هذا اليوم اقتحب نشهد حركة المواصلات هل عادت الطرق أو هل الطرق إلى نابلس مفتوحة من وإليها نعم عادت الحركة لطبيعتها بعد أن فتحت قوات الاحتلال الحواجز كما أسلفت ولكن هناك دعوات من محافظ نابلس ومن المؤسسات والفصائل في محافظة نابلس المواطنين لتوخي الحيطة والحذر أثناء التنقل من وإلى المدينة خصوصا القادمين من مدينة رامالله والذهبين لمدينة رامالله لأنه كامل الطريق بين مدينتين رامالله ونابلس يتواجد عديد المستوطنات وهناك يكمن المستوطنون لمركبات المواطنين فكان هناك دعوات لأخذ الحيطة والحذر كما أن لجنة التنصيق الفصائل في بيان لها يوم أمس دعت المواطنين إلى التصدي لإعتداءات المستوطنين ودعت أيضا إلى أن تكون لجان الحماية الشعبية في حالة يقظى لمنع أي من الاعتداءات على منازل المواطنين خصوصا في ساعات الليل حيث يقترب المستوطنون الفرصة لتنفيذ اعتداءاتهم بحق المواطنين وامتلكاتهم في البلدات والقرى في محافظة نابلس نعم ورسلنا في نابلس بكر عبدالحق جزيلا شكر لك على هذه الصورة وهذا المشهد هذا الصباح بعد عملية سلفيت بالأمس المزدوجة نكمل معكم مشاهدين ما تبقى لدينا من عنوين صحف صادرة هذا الصباح وإلى الأيام التي تحدثنا فيها في صفحتها الأولى كتبت الأيام الرئيس يستقبل رئيس جمعية الأخوة والصداقة الجزائرية الفلسطينية وأيضا كتبت الأيام على صفحتها الأولى جينيف أنصار إسرائيل ينظمون تظاهرات ضد مجلس حقوق الإنسان اليوم نبقى في الأيام التي كتبت على صفحتها الأولى حماس تواصل اعتقال نشطاء بدنا نعيش وتدفع بأنصارها للسيطرة على مواقع التظاهر بهذا الخبر نختم مع الأيام وننتقل مباشرة إلى القدس التي كتبت في صفحتها الأولى أيضا جلسة صاخبة في الكابينيت بعد إعلان نيتانياهو الاستمرار بتفاهمات الهدوء مع حماس في خبر آخر كتبت القدس تحت عنوان الصلح الإسرائيلية تقرر إغلاق مصلبة بالرحمة والأوقاف لا صلاحية لمحاكم الاحتلال على الأقصى وفي خبر آخر الحمد لله يزور الإدارة العامة لجهات الشرطة ويتسلم تقرير إنجازات صندوق إقراض البلديات وإلى الخبر الأخير من القدس المستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم على المواطنين واعتقال فتاة بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعم بهذا الخبر نختم معكم جولتنا في الصحف المحلية الصادرة هذا صباح وعودة إلى محمد واستكمال محطاتنا الصباحية شكرا ألا فاصل قصير وبعده نكون مع جولة مع الصحف الإسرائيلية مع الزميل فيز عباس ابقوا معنا موسيقى 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 أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدنا والآن مع جولة في أهم العنوين والأخبار الصادرة في الصحف الإسرائيلية هذا الصباح مع المختص في أشران الإسرائيلي فايز عباس يسعد صباحك صباح الخير صباح الخير صباح الخير للمشاهدين طبعا العملية بالآن استتصدر عنوين الصحف الإسرائيلية والتحليلات إن كانت السياسية أو الأمنية وأيضا قضية جانتس والتجسس الإيراني على هاتفه ما زالت أيضا يعني تشعل الرأي العام الإسرائيلي نبدأ في صحيفة دوات أحرانوت إذا أنت بتلاحظوا بالصورة في دوات أحرانوتها صورة الجند اللي قتل اللي بازف على العود والناحة الثانية هذا الحخام من آله اللي أصيب بجروح حرجة جدا يعني يمكن أنه في موت سريرة فقول لك عنده 12 ولد بيصله من شانه يدوات العملية في أرئيل الجندي الذي قتل وقال كايدان موسيقي وعازف ومن أفضل العازفين في إسرائيل قام بحراسة كانت شغلته حراسة محطة السفر للجنود في المنطقة وقتل على يد فلسطيني الذي خطف سلاحه وأطلق الرصاص عليه وطبعا وأصاب آخرين إصابات خطيرة جدا الأجهزة الأمنية تطارد الشاب والتفتيش على المنفذ العملية ما زال مستمرا هو استطاع كما تقول لدعواته السيطرة على سيارة إسرائيلية والهرب بها باتجاه قرية بورقين التفتيش طبعا في بورقين والقرى المجاورة وتخوف من قيامه بعملية أخرى لأنه ما زال طبعا يحتفظ بسلاح الجندي المصاب حخام أيتينجر أطلق الرصاص كما تقول لدعواته رونوت على منفذ العملية لكنه أصيب بجروح بليغة جدا وهناك خطر على حياته المصاب الآخر هو الجندي أليكسندر دفورسكي وهو هاجر من مولداويا إلى إسرائيل وتجند في وحدة قتالية وإصابته بالغة جدا ننتقل إلى موضوع آخر المحكمة العليا تقر شطب ترشيح ميخايل بيناري من حزب كهانا وهو لن يستطيع خوض الانتخابات بسبب مواقفه المتطرفة بعد أن أقرت المحكمة العليا ذلك على المستشار القانوني إصدار تعليماته بالتحقيق مع بيناري بسبب مواقفه المحرضة والعنصرية ضد العرب المحكمة تسمح لزميله بنفس الحزب إتمر بن كفير بخوض الانتخابات المحكمة تلغي قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب قائمة التجمع والقائمة العربية الموحدة ودكتور كاسيف وهو المرشح الجبهاوي وهو طبعا هو يهودي وطبعا تسمح لهم بالترشح في هذه الانتخابات مصادر استخباراتية تقدر أن منظمة التجسس اسمها وزارة الاستخبارات الإيرانية تقف وراء اختراق جهاز التلفون الجنرال بني جانت كان هو رئيس للأركان وهو اليوم الذي ينافس نتنياو في الانتخابات على رئاسة الحكومة الإسرائيلية وأيضا تم اختراق تلفون إهود باراك طبعا الأجهزة الأمنية أبلغت جانت بأنه ما فيه معلومات أمنية في جهاز التلفون ولكن هناك معلومات وأمور لربما تسبب له الإحراج يعني شو بني يكون عنده تسبب له إحراج يعني حطط أفلام وقصص وروايات وكان هناك يعني التخوف من أنه بسبب هذه ما عثر على أو ما تمكنت الاستخبارات الإيرانية من السيطرة على المواد في التلفون جانت أن تكون لربما أخلاقية ويتعرض للابتزاز مستقبلا طبعا اللي كود يقول أن إيران تدعم جانت في هذه الانتخابات الشباك أبلغه قبل أسابيع يعني أبلغ جانت أن إيران استطاعت اختراق تلفوني وسحب مواد قد تحرجه جيدا في المستقبل اعتقال طبعا إيرانيين بتهمة الحصول على جوازات سفر إسرائيلية مزيفة والدخول بها إلى الأرجنتين يعني هناك بيّن أنه تزييف سيء جدا بأخطاء إملائية كان بالعبرة أو بالإنجليزة في الجوازات أنه بلغوا إسرائيل وطبعا إسرائيل ثالثة أن هذه جوازات سرقت وزورت بشكل يعني مش ناجح بالمرة الحركة من أجل نزاهة السلطة في إسرائيل تطالب المستشار القانوني للحكومة بالتحقيق أو تجديد التحقيق في قضية الغواصات أنا أريد أن أذكركم الملف معروف بالملف 3000 كان هناك فساد رهيب في شراء غواصات ألمانية ودفعت الرشاوة بملايين الدولارات لتنفيذ هذه الصفقة طبعا المشبهين الأساسيين أن المحامي الشخص لنتنياهو وابن عمه وأيضا محاميه ومستشاره الخاص لشؤون العالم العربي أيضا مولخو من المحامي مولخو وأيضا صديق المشترك الذي كان هو الوكيل شركة الغواصات الألمانية في إسرائيل ويقولون هذا جاءت هذه المطالبة على خلفية شهادة عموس قيلبوة رئيس وحدة القسم السياسي والأمني في وزارة الأمن سابقة وكان مستشار يعني الذي قال أن نائب المستشارة الألمانية سأله سأله عيق البوة هل تدري ماذا يحدث في بلادك؟ رئيس حكومتك نتنياهو هو الذي أقر لنا وسمح لنا بيع الغواصات الحديثة لمصر طبعا فيه اتفاق أنه ما يبيع لأي دولة عربية بدون موافقة إسرائيل تبين أن نتنياهو وابن عمه أيضا مليونير أمريكي كانوا يملكون أسهم في شركة أو نتنياهو كان يملك أسهم في شركة ابن عمه حتى 2009 هذه الشركة كانت تنتج الحديد وتبيعه لشركة الغواصات وفيه خبر آخر يقول بني جانس أنه أرباح نتنياهو كانت في تلك الفترة على الأقل 16 مليون شيكل والكاريكاتير اليوم طبعا ميري ريجب استغلت العملية بالأمس لترقص على الدماء كما قالوا حتى ابن الليكود هي بتعرف عملها كوريوز يعني اللي بدوروا فيه هالبيبي أو الطيبي بعدها يعني هون هي بتصرخ البيبي أو الطيبي يعني هي هاجمت الطيبي بشكل سافل ومنحط يعني برضه بها العملية ننتقل إلى صحيفة معريف مطاردة منفذ عملية قتل الجندي وجرح اثنين منفذ العملية الذي استعمل سكينا هاجم مقاتل يعني الجندي مقاتل في دوار أرييل ونجح في خطف سلاحه وقتله والهرب من المكان طبعا بعد أن استولى على سيارة أيضا وجرح جندي آخر وصار يعني في إحدى البلدات صار مشيا على الأقدام ترك السيارة ومشي طبعا المحلل الاستراتيجي يوسي ميلمن من ماريف يكتب اليوم هذه العملية تذكير بالمشكلة والقضية الفلسطينية هذا العنوان كان ليس فقط لنا لغانتز تنصطه اخترقوا الإيرانيين تلفونات طبعا الشباك أبلغ باراك أنه تم اختراق تلفونه وكل المعلومات اللي فيه في إيران في طهران غضب على الوزيرة ميري ريجيف التي استغلت عملية القتل الأمس للدعاية الانتخابية وأطلقت سهامها باتجاه حزب غانتز اليسار الضعيف سيؤدي بنا إلى مواصلة العمليات من هذا النوم طبعا أنت في السلطة ورئيس حكومتك في السلطة وما بقدر يمنح هذه العمليات غانتز يعني بدي يمنحها يعني أنتوا بتعتبروا حالكوا قويين ما في حدا بقدر يمنح هذه العمليات قابي أشكنازي رد عليها قائلا قبل أن ندفن قتلانا هي تهاجم سياسيا ستتعامل بالسياسة الرخيصة جدا وترقص على الدم عضو الكنيسة أحمد الطيبي الذي هاجمته بشكل وقالت أن غانتز والابيد سيدخلون في تحالف مع أحمد الطيبي الذي يؤيد مثل هذه العمليات كما قالت قال طبعا ريكيف ترقص على الدم وما قالته هو تحريض للقتل يعني ضد الطيبي وأن سياسة الاحتلال هي المسؤولة عن سفك الدماء عضو الكنيسة أورين حازان أذكركم فيه هو يعني ما عد ترك حزب الليكود والآن هو عنده حزب يقول طبعا نتنياهو هو الضعيف وطبعا أيدي نتنياهو ملطخة بدم المستوطنين والجنود وهو ضعيف أمام هذه العمليات لافتات في القدس شكيد ستنتصر على المحكمة العليا وبنت سينتصر على حماس لكن بالعبرة بتطلع إيش يرتب شكيد تتبال ببقات وبنت بحماس يعني بتطلع مزبطة يعني طبعا يعني ردت حزب ميرتس رد على هذا التصريح بالقول أن هذا تهديد للمحكمة العليا واليمين الجديد يريد هدم المحكمة العليا وأيضا الديمقراطية في إسرائيل جانس يطالب بلجنة تحقيق رسمية حول قضية الغواصات وقال أن هذه القضية هي قضية الأفساد الأمني الأكبر في تاريخ إسرائيل ونتنياهو ربح 16 مليون شاقل من صفقة الغواصات المحكمة العليا تبحث اليوم التماس نتنياهو بعد أن طبعا مكتب مراقب الدولة رفض السماح له بالحصول على تمويل من رجال أعمال بمبلغ 2 مليون دولار لتمويل محاكمته رئيس اللجنة رئيس اللجنة اللي منعته يعني يحصل على القرض أو على التبرعات القضي السابق عوني حبش استقال من منصبه بسبب الضغوطات السياسية التي تعرض لها من قبل جهات إسرائيلية هو عربي طبعا معروف من الإسم أنه عربي ولكن هو لم يفصح عن هذه الجهات لا شيء مقدس في إسرائيل خبر طريف جدا اعتقال مسؤولين كبار في حفرات كديشة حفرات كديشة المسؤولة عن دفن الأموات في إسرائيل والشبهات المتاجرة بالقبور بتاجرة بالقبور الكاريكاتير ما فيه معروف طبعا هاي الشخصيات الشريرة اللي بتظهر في الأفلام والمتعركة صبعا نتنياه بسأل مين بدي يكون الجاي اللي نتهمه أنه داعم قانت يعني إيران وما إيران والفلسطينية وكل العالم بيدعم قانت ما عدا ترامب يعني ما بتذكره ما بيكتنه ننتقل لصعيفة آرس طبعا العنوان الرئيسي عن القتل عاموس حرائيل ما فيش نرجع حاجة نرجع لنا نفس التفاصيل المحلل العسكري عاموس حرائيل يكتب التصعيد هنا خلال العاصفة السياسية التلفون جانتس وإيران تلقينا أمس تذكيرا مؤلما وهاما أن قتل الجندي هذا يشير إلى أن الساحة الفلسطينية تغلي وستواصل الغليان في الثلاثة أسابيع القادمة حتى الانتخابات التصعيد موجود لكن ما مداه النهائي وتأثيره غير واضح حتى الآن المحكمة طبعا تصدر قرارة بإغلاق مبنى باب الرحمة الذي افتتحها مؤخرا وزارة الخارجية الأردنية طالبت إسرائيل بإلغاء الأمر وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار عاموس قلبوة طبعا بنحكي عن التحقيق مع نتنياهو أو عاموس قلبوة اللي حكى أنه سمح لألمانيا ببيع الغواصات لمصر ومقتل ثلاثة عمال في حوادث عمل بالأمس وإصابة عدد آخر طبعا هني اثنين من الشبان من عيلة واحدة من قرية الرينة في الجليل والكاريكاتير اليوم في صحيفة نتنياهو عنده جريدة إسرائيل اليوم ذاكا بن عمو الظاهر بيحكوا عن الغواصات عن شركة الي بتبني الغواصات شو نتنياهو بحكيهو لونا استثمرنا في المخدرات الكنابس اللي هاي كان أفضل أفضل من تجارة الغواصات ربح منها ملايين حسب جانتس مش حسب أنا يعني وشكرا ونلتقي قدام طبعا قضية العملية ستتفاعل أيضا حتى في وسائل الأعلام غدا وقضية جانتس وإيران ونتنياهو والغواصات ستتصبر غدا على عوين الصحف الإسرائيلي كل الشكر زميلنا فايز عباس على هذه الجولة وهذه التفاصيل وأكيد الألاء رح نروح لفاصل قصير وبعده منبدأ بقول فقراتنا لهذا الصباح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدين الكرام في هذه المحطة نتحدث عن حراك بدنا نعيش كما رأينا هذه المشاهد من قطاع غزة هذا الحراك الذي انطلق بمطالب شعبية واجتماعية وانسانية بحتة على رأسها كما شاهدنا المطالبة بتخفيض الضرائب ومواجهة غلاء المعيشة وبلا شك التعامل مع مسألة البطالة والفقر المتفشي في قطاع غزة كل ذلك وجه بالاعتقال والاعتداء والضرب بين صفوف المواطنين الذين مارسوا حقهم الذي كفله القانون الفلسطيني وكفلته القوانين الدولية بالتظاهر السلمي بكل تأكيد الاء الناس في غزة الشباب في غزة الشباب المقهور المتعب الحالم وايضا الشباب الذي تعب ومل من ظلمية حكم حماس في قطاع غزة وكل اشكال الاستبداد بالشعب استغلال الشعب والناس ومعاناة الناس تحقيق مصالح هي بين قوسين شخصية للكثير من قيادات هذه الحركة على العموم لا كان من الواجب أن نقف في هذا الصباح أيضا على معاناة شعبنا في قطاع غزة وإذا كل القمع الذي تمارسه ميليشيات حماس بحق ابناء شعبنا والشباب والأطفال والشيوخ هناك في غزة ونستكمل الحديث في بداية هذا الصباح مع الدكتور ناصر قطامي رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية الحاضر معنا في هذا الصباح سيد صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتور يعني بداية شفنا هذا المشهد الغزي المشهد الاعتداءات التي تطال أبناء القطاع الذين طالبوا بحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي كيف ترى هذا الشرخ الذي يحدثه مثل هذه الاعتداءات بين المواطنين على طبعا حياتهم في غزة يسعد صباحكم صباح سادة المشاهدين وصباح الكرامة والعزة لأهلنا الصامدين في قطاع غزة الصابرين على كل الويلات والجراحات اللي بتسببها ممارسات فرق الموت التابعة لحباس بكل تأكيد لا يمكن يعني وصم أو حرف اتجاه ما يجري في قطاع غزة باتجاه أنه هاي أجندات خارجية أو كما نسمع من خلال وسائل الإعلام من خلال البسطات اللي بتوصلنا في السوشال ميديا أنه هذول يعني إذا شعب غزة كله خون يعني أنت حماس يعني مين بتقودي شعبنا صبر على ويلاتهم على مدار 12 عام تحمل كل صروف القهر وكمان شعبنا متسامح يعني بمعنى أنه المشاهد الأولى اللي رافقت الانقلاب الأسود وعملية التمثيل في الجثث مثل سميح المدهون وعشرات المناطلين اللي كانوا مطلبين على قوائم الموتة الإسرائيلية مثلوا فيهم أبشع تمثيل ومع ذلك شعبنا غفر لألهم سيادة الرئيس اللي صابر عوائلاتهم 12 عام وهو لم يألو جهداً لاتجاه اللي هو طرق كل الأبواب من شأن أن يكون نهاية يعني سلمية لكل ما يجري من الانكسام وتبعات وذهب إلى أبعد الأماكن بحثاً عن حل سلمي وهادئ من أجل عودة القطاع لحظ الشرعية وأن أهلنا في قطاع غزة يحظوا على كل أشكال القرام والعزة لأنه حقيقة الغزة بالتاريخ هي عنوان العزة والكرامة وبعتقد أنه سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية لم تألوا يوماً باتجاه أن تقف إلى جانب معاناتنا معانات أهلنا في غزة وتخفيف أثار وتبعات الحصار الظالم المفروض عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأنا واحد من الناس المكلفين في ملف إدارة الصناديق غزة تحظى على جزء كبير من التخصصات والدعم وهذا يضحض الدعاء يعني فرق الموت وقادتها بأنه رام الله أو المقاطعة السودائية تحاصر علينا في قطاع غزة غزة تحظى على كل الاهتمام والرعاية ولدى السيد الرئيس أوراق كثيرة كابل إمكاناً يستخدمها ولكن يعني ظن منه أنه يعني ممكن أن تعود هاي الكيادة إلى رجدها وأن تختار الحلول الهادئة بالتجاهة وعلى المقام يعني رسالتي إلى كيادة حماس وإلى جماهير حماس أنا بقول لهم أنه باختصار شديد أنه الحقد يعني لا يولد الحب وأنه الدم لا يروي الورد لذلك أفيكوا يعني من ثقافة الكراهية اللي أنتوا الآن بتزرعوها في أبناء شعبنا وأنه لم تعد تنطلي على أحد فكرة أنه أنتوا تغسلوا أثامكم ممارساتكم على الأرض بفكرة أنه أنتوا مسكين بشعار المقاومة شعبنا تضامن معكم على مدار 12 عام في قطاع غزة تحمل كل الويلات السلطة الوطنية الكيادة الشرعية وقفت إلى جانبكم عبر عمليات أعادة العمار عبر ضخ يعني جزء كبير من موارد المالية لصالح نصرة أهلنا في غزة وتخفيف أعباهم في كافة القطاعات في الصحة في التعليم في البنية التحتية في التمكيل الاقتصادي لأبناء شعبنا وتخفيف أعباء البطال والفكر عن شعبنا وبالتالي كل هاي حذيتكم الواهي وأكذيبكم لم تعطن طبيع على أحد يعني قيادة حماس دكتور كانت قد تنصلت من مسؤولية الشراكة الوطنية في الكثير من المسؤوليات تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة ورغم ذلك يعني قيادتنا كانت تدفع بالأموال تلتزم بمسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا في كل مناحي الحياة رغم الانقسام الذي كانت قد أحدثته حركة حماس رغم أيضا تنصل قيادة الحركة من الكثير من المسؤوليات حتى بموضوع دفع الضرائب مثلا لكن الناس اليوم بدأوا يكتشفوا الكذب الذي تمارسه حركة حماس من خلال ما نشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثلا التعليقات والفيديو من قبل شعبنا في قطاع غزة إذ يقولون بأن حماس تسخر كل الأموال لأنصارها المقربين جدا ليس فقط أنصارها إنما المقربين منهم وأبناء المسؤولين على مستوى الكهرباء البيوت المشاريع السفر والسماح بالسفر وكذلك أخذ الرشاوي في موضوع السماح بالسفر عن طريق معبر رفع وهذا برأيك أليس ذاته جريمة أكبر من جريمة الضرب وجريمة الاعتقال بالتأكيد سلب الناس مقدراتهم خاص حزب معين أو جهة معينة يعني أنا الآن وزير أنا خلفيت فتحوية وأقائد في فتح يعني هل يعقل أنه أنا أجير موقع لخدمة فصيل على حساب أبناء الشعب يعني معظم التدخلات اللي بنكون فيها على سبيل المثال سواء في القدس أو في الضف الغربي أو في قطاع غزة أو في مناطق ما يسمى مناطق الجيل هي تخص كل أبناء الشعب لدون تمييز يعني بداء مدرسة هو يخدم كل المجتمع اللي تبنى المدرسة فيه وهذا الحكي ينسحب على قطاع غزة هم هذا ليس بسرع للعلم وهم قد صرحوا على رسالة العديد من قاداتهم أنه ما يأتي إلى غزة عبرهم هو لدعم فصيل وما يزيد عن حاجة هذا الفصيل يعطى للمؤلفة قلوبهم بمعنى أنهم هم في إدارتهم للكطاع لم يديروا الكطاع بمنطق السلطة الوطنية بل أداروه بمنطق حزب والآن ما يجري على الأرض من ممارسات وتنكيل وإساءات يعني أنا أبدأ سألت سؤال لو أنت موجود في أي إحنا جرة العادة أن نطلع لملتقيات خارجية ونحاول نوضع حقيقة الاحتلال وممارسته أمام المشاهد التي نشاهدها يوميا من سلخ وتكسير وتعذيب وإساءات وإهانات للنساء قبل الرجال والأطفال كيف يمكن تبرير ممارسات الاحتلال يعني اتجاه أبناء الشعب؟ بكل أسف طرح في قطاع غزة هي ردة فعل طبيعية على ناشر سنة من الحرمان والقهر والتمييز والتنكيل والتعذيب أعتقد أنه في طيار يفترض أنه منطق الأشياء بقولها في طيار عاكل في حماس أين دور هذا الطيار؟ لا يمكن الآن أضحى أنه لا يمكن أن تتخفوا ممارساتكم اتجاه أبناء شعبنا وتحديدا في صراضي بالموت اللي بمارسوها أبناء حماس داخل أقبيتهم واليوم أنا هاي ممارساتهم لم تطل فقط أبناء فتاة ولكن كل شرائح مجتمعنا اليوم أنت بتسمع أستياء لدى كيادة في الجبه الشعبية ويقول لك أنه إحنا لم يعد فينا احتمال ممارسات هذا الفصيل أو هاي الفئة الضالة وكثير من أبناء الفصائل منظمة التحرير يلاقوا نفس صلوب التعذيب عائلات بأكملها تداهم ويمارس بحقهم كل أشكال التنكيل وأشكال الحكد مشهد واحد ظهر للعيامة أنه جزء منه اتضح فيه لاحقا أنه مفبرق في الخليل لبعض النساء هم بشتم الشرطة قامت الدنيا ولم تكون إحنا اليوم ضرب النسيج الاجتماعي لشعبنا هو أخطر ما يمكن أن يحصل لإلاه والآن إحنا معروف أنه في كل بيت في كل أسرة فيه تعدد فصائل وبالتالي لما الأخ بيشتبك مع أخوه وإحنا سمعنا عن بعض الحالات اللي في حماس سواء من عالة البحيس أو من غيرها يعني طاقة بهم ضرعا وهم ناس مسؤولين في حماس أعلنوا برأتهم من هاي الفئة الضالة والسودية نعم يعني الحقيقة معاني الوزير عندما نتحدث عن هذا الغلو والتمادي في القمع والاستبداد والتعديب والتكسير المواطنين يعني مثل ما حكينا في البداية أن هذا الحراك حراك غير مسيس وهي تحاول تسييسه هو حراك شعبي من الشعب مطالب إنسانية بحتة ليس لها أي علاقة بأي فصيل سياسي لكن هنا كيف يمكن خلينا نحكي توظيف أو استثمار الحقوقيين الموجودين في قطاع غزة رغم أنه كمان تعرضوهم أنفسهم للاعتداء والاعتقال من قبل قوات حماس وكما ذكرت يعني هناك جرأة في الضرب والكشف حتى أمام العالم كله أنا باعتقادي كل ما يجري الآن في واقعنا الفلسطيني هو يضار بعيدة خفية ولذلك إحنا شاهدنا أنه مجرد ما أطلقت صواريخ اللي اعتبروها بالخطأ طلع الكيان الإسرائيلي يدافع ويقول أنه فعلا بالخطأ وبالتالي إسرائيل تدفع باتجاه فصل قطاع غزة عن القضية الوطنية الفلسطينية وشعبنا في غزة شعب حر أنا باعتقادي فيه خطأ معظم وسائل الإعلام تقع فيه دائما أنهم بصوروا هاي صور الجوع هي مش صور الجوع شعبنا صربة صبر على الجوع الآن 12 عام هي الآن إحنا بنحكي عن طفال من الشباب فيه انسداد أفق أمامه صحيح يعني وجهه الحائط لا يوجد أمل لا يوجد مستقبل لا يوجد أي بسيص أنه إذا أنا صبرت كمان سنتين أنه في الآخر فيه انفراج لهذا الواقع وفي الآخر المقايادات السياسية اللي صارت مع قطر ومع غيرها هي الناس لمستها يعني بالتالي أعتقد أنه إحنا مراهن كثير على موضوع المؤسسات لأنه هاي المؤسسات في الآخر جزء منها بيؤدع جندة ولذلك إحنا لما بشوفنا بصير فيه حدث في رمالله بتقوم الدنيا ولا تقعد بينما فيه جرائم ترتكب في غزة لا أحد يشير لأنا وباعتقادي كمان حجم القمع والإرهاب اللي بتمارسه العصابات السوداء هو انعكس على دور هاي المؤسسات وطال العديد من الموظفين يعني رئيس هيئة حقوق الإنسان غزة تعرض للضرب مئات الصحفين الآن هم إما محتجزين أو تعرضوا للتهديد أو لأقامات الجبدية وبالتالي أنت بتحكي عن نوع من الإفراط في القمع وممارسة الحكد هذا يعني شأنه أنه قيد حركة الناس حركة هاي المؤسسات وجعلها يعني تشتغل بوسائل تقليد يعني هذه العقلية الأيدولوجية يعني بحكم الناس بالقمع والاستبداد واللي هو كمان يعني اعتقاد بأنه إحنا بهذه الطريقة ممكن نسيطر على القطاع لكن الأرض والواقع يكشف عكس ذلك تماماً أنه كلما ازداد هذا الاستبداد كلما الناس يعني انتفضت أكثر أمام هذا الاستبداد أنا باعتقادي من يقرأ التاريخ لا يمكن الوقوف أمام إرادة الشعوب ومهما يعني وصلت درجة القمع والإغال في العنف لن تؤدي إلى أسكات صوت الناس وفيه أنظمة الدكتاتورية كثيرة في التاريخ كان نهايتها صعبة لأنه هي يعني ضربت بعرض الحائط كل تطلعات الناس حالة أنها لازالت مختلفة أنا باعتقادي أنه لازال فيه فرصة للتضارك على العقلاء من جماهير حماس وقيادة حماس أنه تصحى وأنه توقف طفال الحقب والقراهي اللي بزرعوه ممارسات الفئة الضالة والفئة السودانية نعم شكراً لوقتك معالي الوزير وشكراً لوجودك معنا ولكل ما تفضلت به أهلا وسهلا فيك دائما أهلا وسهلا فيك شاهدين أيضاً نتابع الحديث في هذا الموضوع وأيضاً الوقوف على حراك بدنا نعيش للشباب الغزاوي لكل الناس في قطاع غزة ولكن ننتقل إلى استوديوهاتنا في قطاع غزة هذه الاستوديوهات والزملاء في قطاع غزة الذين يتعرضون أيضاً للتنكيل والملاحقة والاعتداءات من قبل ميليشيات حماس ننتقل إلى الزميلة بيداء معمر والحديث والكلمة إليك صباح خير بيداء يسعد صباحكم محمد وألاء ويسعد صباح كل استاذ المشاهدين بالفعل صباح الأمل بواقع جديد ممزوج بعزة وكرابة أبناء شعبنا لليوم الخامس على التوالي نتساءل وكل يوم نتساءل هل هكذا يكافأ أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية بالضرب والاعتقال أبناء شعبنا الذين صبروا على ويلات الحروب أكثر من عدوان مرة على غزة قابلوه بالصبر والصمود أيضاً كانت المرأة الفلسطينية التي اليوم هي تهان في المسيرات السلمية ضحية الانقسام تمزيج النسيج الاجتماعي لمدة 12 عاماً طفل فلسطين الذي ضرب في المسيرات السلمية نود أن نقول هو طفل فلسطين الذي عايش الأحداث بمرارتها وقسوتها لن تكن أحلمه كأحلم أطفال العالم اليوم ليطالب بحقه وبالعيش بكرامة بجانب الشباب شباب الفلسطيني هم أجيال المستقبل بالفعل هم مجد الأمة الذي ضاع تموحه ومستقبله وهو كل يوم ينتظر العامة والآخر هل سيتم الإفراج؟ هل سيكون بالفعل عام الوحدة الوطنية ليهل علينا بالأمن والاستقرار لاستقرارنا اجتماعياً واقتصادياً؟ إذن هي مطالب إنسانية وتساؤلات كل يوم نسألها ونحتاج لإجابة بالفعل بماذا هذه الاعتداءات؟ الاعتداءات على الصحفيين على الحقوقيين المدنيين ونستمر بهذا الحراك بدنا نعيش وبالفعل نقولها مرة وللألف بدنا نعيش بحياة كريمة ونستمر بدور كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بضيف اليوم بوجوده اليوم الكاتب والأديب الأستاذ شفيق اللي تلولي عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين أهلا وسهلا فيك يا سعد صباحك أهلا بك يا سعد صباحك وصباح الخير لك ولجميع المشاهدين صباح الحرية لغزة والسلامة لكل أبناء شعبنا وخاصة أهلنا في غزة الجريحة غزة الصابرة المحتسبة المثابرة والمرابطة والرافضة لكل أشكال الظلم بالفعل كل التحية لك وهذا ما نأمل به نحن بنفس الوقت هناك مشاعر تمتزج ما بين فرح بعملية أمس في الضفة الغربية في سلفيت نحييها ونبارك لها وبنفس الوقت هناك صباح حزين على أحداث المؤسفة التي تحدث في المحافظات الجنوبية ما حدث في جباليا ودير البلح وخان يونز وتعرض العائلات للمحاصرة وعدم الخروج من منازلهم لماذا كل هذا؟ يعني رؤيتك للوضع في قطاع غزة يعني أمر مؤسف ما جرى في قطاع غزة على مدار خمسة أيام المضط أو على مدار أربعة أيام المضط واليوم هو اليوم الخامس ولا ندري إلى أين تأخذنا هذه المكنة التي تطحن الناس الأبرياء تطحن الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع معبرين عن رأيهم مطالبين بالحياة أو بالعيش بحياة كريمة وللوهلة الأولى عندما تتلقى شعار بدنا نعيش وهو يعني شعار الحملة التي أطلقها أولئك الشباب في يعني من أجل إيصار رسالتهم إلى حكومة غزة وإلى العالم هذه الرسالة تدلل أن هذا الحراك هو بالمطلق حراك غير مسيس وبالتالي هو حراك إنساني وحراك يعني من مسمى يدلل أن هؤلاء الشباب يبحثون عن العيش بحياة كريمة بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة بل باتوا يعني يهربون ويهاجرون الخارج ويموتون على الشواطئ الغرب هنا وهناك مما حذى بهم إلى الخروج إلى الشارع عبر محاولة إيصال صوتهم إلى أصحاب الشأن للعودة عن الحالة المأساوية التي فرضها واقع وجود حماس في غزة على مدار 12 عاما هذا الواقع مرير جدا هذا الواقع توجه أخيرا بارتفاع باهض في فرض الضرائب على المواطنين وغيرها الكثير من الممارسات التي يعني طالت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار 12 عاما يعني غط قطاع غزة في ظلام دامس ووقع تحت نير ظلم وتحت نير القوة واليوم يعني نرى بأم عيننا كيف أن أراد أو أريد لهذا الحراك أن ينتهي بواقع القوة وبالهراوة وبالعصى وبالقمع وهذا بالمطلق لم يأتي أكله وبالتالي قد يزيد الطين بالله وقد يعني يؤدي بالشباب وبالناس إلى يعني المزيد من التصعيد ومن التواجد بالشوارع كما رأينا بين كرر وفارر من هنا وهناك يعني كما نقول أن حتى وإن منعت الصورة لا يمكن أن نقمع حراك في أي عالم هذا نصت عليه القوانين واللوائح ونص عليه النظام الأساسي الفلسطيني والدستور الفلسطيني ونص عليه قبل قيام السلطة الفلسطينية يعني أستشف يعني هناك طريقة التي يطالب بها ابناء الشعبية طريقة سلمية مشروعة حراك سلمي غير مسيس وغير فصائلي وتسير يعني عناصم حماس أنه مسيس هو بالفعل ليس مسيس من مسمى ومن مطالبه وأيضا من الهتفات التي خرج بها الشباب في الشوارع بالعفوية وبالطريقة التي تلفظ بها وأيضا اليفطاط الصغيرة من غير من أن تكون منظمة أو مخططة لها من أيام سابقة كل هذا بالفعل قابله كما أشرت بالضرب الاعتداء عليهم على الشباب والأطفال والسيدات أيضا التي متواجدت في هذا الحراك يعني يستمر هذا الحراك لليوم الخامس هناك إصرار على ابناء شعرنا بالاستمرارية ما هو وراء دافع؟ هل هو الاستمرارية بالمطالبة بحقوقهم؟ بالتأكيد يعني كما قلت والناس ضاقت ذرعا بهذا الواقع المجري وبالتالي الناس تريد تغيير واقعها إلى الأفضل بالتأكيد بالقمع والضرب لم يطل الناس ولا المتظاهرين وأنما طال أيضا العديد من فئات شعبنا وخاصة الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا إلى يعني سواء الاعتقال أو الضرب وكذلك الحال إلى أيضا حتى طال الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني هذا يعني التغول والتوحش في يعني محاولة لجم الناس أمر غير مقبول بالمطلق ولا يجوز إذ أننا اليوم لا يمكن أن نسكت هذا الصوت أنا برأيي أن الآن المطلوب من حرقة حماس أن تعيد النظر في هذا الإسلوب الذي يعني انتهجته في قمع هؤلاء المتظاهرين وبالتالي عليها أن تنزع الفتيل وأن تسحب بعض المسلحين وخاصة بعض الناس المدنيين الذين أحيانا يلتبس الأمر على المتظاهر فيما بين إن كان رجل شرطة أو